أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان من أنعم علينا بالمينان والعطايا سبحان من جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأصلي على إمام الأنبياء صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الرغائب أما بعد فيا أيها الأخوة المؤمنين والمؤمنات أمامنا موعدة متواضعة في توضيع عام هجري واستقبال آخر إننا معشر الصالحين والصالحات في أيام طيبة مباركة من نهاية عام هجري وسنودعه ونستقبل بعده عاما آخر عندما نودع العام المنصر فنحن نتذكر أن توالي الليالي والأيام يحكم ويحي بإنقضاء الأعمار ودنوي الأجل إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يذني من الأجل عندما نودع عاما انقضاء فلا بد من أن يكون ذلك من خلال توبة النصوح لأن نهاية العام بمتابة نهاية العمر ويجب أن يصاحب ذلك هجرة أماكن الشر وأهله وأن يكون لنا أموال وطموح في الله سبحانه وتعالى بأن يصلح أحوالنا وأن يتجاوز عما فرط منا والذي يخيفنا من هذه السنة التي مضت رغم ما فيها من خيرات الله تعالى وفيوداته ما عشناه من خطوب ومذابح وفتن وملمات ولذلك نأمل من فضل الله تعالى وحسن صنيعه أن يكف ذلك ويجعل مكانه أحسن الآمال وأحسن الأعمال وكل ما يقربنا إلى رضاه سبحانه وتعالى فالسنة الماضية إذن ودعت بتوبة وأمل في أن التي تأتي بعدها تكون بإذن الله أفضل وأحسن وعندما نستقبل سنة جديدة فنحن نستقبلها بالعزيمة نستقبلها بالطموح نستقبلها بالآمال الفاضلة والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير والرضا والفضل ونسأل الله جل وعلا ببركة هذا العام الهجري الجديد أن يرفع الضيمة عن عباده المؤمنين الذين يقتلون ظلما وعدوانا اللهم ياد الجلال والإكرام فرج كربهم وعجل لهم بالفرج وهزم عدوهم وعدوك بما شئت وكيف شئت يا أرحم الرحمين يا رب العالمين ونسألك يا ربي شفاء وصحة وتوفيق لأمير المؤمنين اللهم وفقه وسدده وقده إلى ما يرضيك يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن ترفعنا هذا الجفاف الذي أصاب البلاد والعباد نسألك رحمتك نرجو غيتك نطلب نوالك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب العالمين نسألك الهداية للذين يحاربونك في شرعك وبشؤمهم ومهاجرتهم لك بالمعاصي نعيش ما نحن فيه فاللهم أهدهم إلى صيراتك المستقيم اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من من يذكرك ويعبدك ويشكرك ولا يكفرك وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين